بينما تنتظر أوروبا بقلق كبير التوصل إلى اتفاق حول الغاز بين روسيا وأوكرانيا قبل الشتاء تشعر لتوانيا بارتياح كبير بفضل إطلاق أول مصب عائم للغاز الطبيعي المسال يكسر الاحتكار الروسي في دول البلطيق لتوانيا تحتفل باستقلالياتها الطقوية عن روسيا وهو ما تجسد من خلال ناقلة النفط استقلال التي يبلغ طولها أكثر من 294 مترا والتي ستشكل مصب طاقة في البلاد حيث تم الاحتفاء بها في ميناء كلايبي دا لتواني وهذه السفينة التي استأشرتها الشركة النرويجية هوغ لمدة عشرة أعوام ستسمح لليتوانيا باستقبال أربعة مليارات متر مكعب من الغاز سنويا من الشركة النرويجية شتات اويل خصوصا أي حوالي ثلاثة مليارات متر مكعب التي تمشيرها من روسيا العام الماضي وهذا المصب العائم سيمنح إستونيا ولاتفيا المجاورتين أيضا إمكانية استيراد الغاز الطبيعي المسال بوسيطة صهاريجا إذا رغبت في ذلك اشتركوا في القناة